بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام ما زال يوم السبت هو لقاءنا مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم الزوجين اللي سواء بيبتدوا حياتهم وابتدى حياتهم وعايزين يستمروا في السعادة فعملين لهم دورة تدريبية وبندربهم على إنهم إزاي يحصلوا السعادة ويبقوا فعلا أصحاب سعادة يعني ملكين السعادة وقادرين على إنهم يستمروا في طريق السعادة النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا للأزواج وخاصة المقبلين على الزواج لما نجي نسأل أول حاجة بتقابلنا في الجواز هي إيه؟ مرحلة الخطوبة طب إزاي أعرف إن مرحلة الخطوبة أو إن الخطوبة دي نجحة؟ إزاي أعرف إن الخطوبة دي بتقدي وظيفتها؟ إحنا لازم نعرف إيه وظيفة الخطوبة وظيفة الخطوبة يا سادة لازم نكون عارفينها إن هي أصلا فترة موجودة عشان نتعارف وموجودة كمان فترة الخطوبة دي عشان نقدر نتأكد إن اختيارنا كان اختيار صحيح ومعنى كده إن الخطوبة مش فترة فراغ مش فترة مرح وانتقال لا دي فترة دراسة دي فترة فترة مهمة جدا جدا في حياتنا وعشان كده لازم نبقى دقيقين وإحنا بنتعامل مع فترة الخطوبة أو في بنات كتيرة فترة الخطوبة بالنسبة لهم فترة مليانة ألأ وكذلك في كثير من الخطوبة بيبقى فترة الخطوبة بالنسبة لهم مليانة ألأ إحنا إزاي عنا نتأكد إن اختيارنا اختيار صحيح خلينا أقول لكم إن الخطوبة ممكن تتعكر لو حصل شوية حاجات طب إحنا الدراسة والبحث والنظر والتأمل ده إحنا جايبينه في الخطوبة منين؟ جايبينه من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انظر إليها الناس ستطحت فكرة انظر إليها ففهمت إن انظر إليها ده معناه فقط النظر الجسدي والنظر إلى الشكل وإلى اللوك لا حقيقة مش كده بس لكن انظر إليها كان معناها تأمل وابحث ودقق وعشان نقدر نبحث وندقق فيه محاذير لازم ما نعملهاش في فترة الخطوبة أول حاجة أول محذور يجب إن احنا ما نعملهاش في فترة الخطوبة إفشاء أسرار الأهل ما نفشيش أسرار الأهل ليه؟ لإن إفشاء أسرار الأهل ده بيخلي الخاطب وهو جاي وبيستقبل أهل البيت ده يبقى عنده تصور سيء عنهم كمان بيحس إن هو رايح في بيئة مش مناسبة كمان ممكن إفشاء الأسرار دي لشخص بعيد عن الأسرة يكون صورة مش حقيقة عن الأسرة دي يبقى أنا عملت عكس اللي حضرت النبي كان بيقوله لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريدوا أن ألقاهم سليم الصدر وده على فكرة عدم إفشاء أسرار الأهل ده ما ينفعش إن نقول إفشاء أسرار الأهل ده مساعدة على الشفافية لا أسرار الأهل ملهاش دعوة بالشفافية أسرار الأهل ده حق الأهل إن هم يستروها عن الناس ومحدش يعرفه عنهم الحاجة التانية المهمة كمان من المحاذير إن احنا نعملها في الخطوبة إحنا بنقول الكلام ده بتجايبينه منين؟ جايبينه من الخبرات إن اللي بيعمل كده وساعات بيعملها الإنسان بسزاجة بيعتبر إنه هو لما يفشي أسرار الأهل أنا كده بقولك إن انت مهم عندي لدرجة إن أنا ضحيت بأسرار أهلي من أجلك أعوذ بالله إيه السفه ده؟ بحدش يعمل كده الحاجة اللي كمان اللي بتكمل بقى المحاذير بقى ويتكمل السفه الكلام عن المعاصي والكلام عن الماضي ما يصحش إن حد يتعامل في فترة الخطوبة على إن الزوج دوت ملكه بقى هو بيملك كل حياته حتى حياته الماضية فيكلمه عن المعاصي اللي وقعت منه وعن الزنوب وعن الأخطاء اللي حصلت ده مش من حقه لأنه واجب على كل واحد فينا يسطر نفسه ليه طيب عشان المحذور التالت أو حد يتأوع وحدة تتعامل مع خطبها أو واحد يتعامل مع خطبته على إنهم زوجين ده أصلاً الخطوبة دي اتعبارة عن وعد بالجواز يعني لا هي لا نص جواز ولا ربع جواز ولا تمني جواز ولا أي حاجة فما ينفعش في الفترة دي يحصل تجاوزات ولا نحصل إن الناس تشوف من بعض ما لا يجوز إنهم يشوفوه بعض المخطوبات تقول أنا عايز والله إن هو يتأكد إن هو أعرف كل حاجة فتضطر تعمل شوية حاجات ما هيش مناسبة خالص وما يصحش وتتكشف العورات وتحصل مخالفات ضخمة لا يجوز ده ولذلك لازم نعرف إن لابد إن المرأة تكون في حالة ست ولابد إن الرجل يكون في حالة اتزان في فترة الخطوبة في حاجات بقى لازم نسأل عنها في فترة الخطوبة أنا حطل لكم أنا بحب الحاجات السابعات كده سبع حاجات لازم نتكلم عنها في فترة الخطوبة ليه؟ عشان نتأكد إن الخطوبة دي ماشية في مسارع الصعيح أول حاجة إيه حدود العلاقات الاجتماعية يعني أنت إيه حدود العلاقات الاجتماعية حدود العلاقات ما بينك وبين أصدقائك وخاصة صديقاتك حدود العلاقات بين عشو بس الناس بتفهم غلط أنا مش بقولي أن كل واحد لازم يبقى له صديقات من جنس الآخر لا إحنا بنقول لو إني عندك زميلات إيه حدود العلاقة بينك وبينه لو عندك زملاء إيه حدود العلاقة بينك وبينه فلازم يتكلم فيه ولازم يتكلم على أن إيه هي حدود رغيرة ما ينفعش أن رغيرة تتحول إلى شك فكل الكلام ده لازم يتأثر بشكل صحيح يتأثر بشكل صحيح يعني إيه ما نفتحش أبواب الشك وهي تراعي الغيرة وهو كذلك ويعرفوا أن خريطة العلاقات بتاعتهم بعد الجواز هتتغير مش هتفضل زي ما هي وده الطبيعي ده الطبيعي ليه لأن فيه ضوابط هتكون فيها مراعاة الزجين هو عراعي زوجته وهي هتراعيه فلازم نتكلم في ده شوف أنا كلمت عن ده كعونسو الأساسي ليه لأن دي الأشياء اللي بتسبب مخاطر بعد الجواز وما حدش يتكلم عنه وفي الغالب بيسيبوها للآخر فلما يسيبوها للآخر إيه اللي يحصل ما نتكلمش فيها وبعدين كل واحد فيهم يتدعي إن إحنا بعد الخطوط ما إحنا عارفين إن إحنا لما نتجوز عنه نعمل كذا لا 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 أنا لازم نتكلم فيها في فترة الخطوط كمان هو إحنا الموضوع الثاني اللي لازم نتكلم فيه هو أنت بتتحاور إزاي وحوارك شكله إيه وإنت عصبيتك عندك عصبية مفرطة تتنعك من الحوار فلإن دوت لازم موقف الخطبين من الحوار يكون واضح الحاجة التالتة المصارحة بالأشياء الخطر لازم نتكلم عن الأشياء الخطر زي إيه زي الأمراض اللي ممكن من خلالها ما ينقدرش نكمل مع بعض الجواز أنا مش بقول كل الأمراض يعني واحد عنده سكر مش كل الأمراض لازم نتكلم عنها في فترة الجواز يعني واحد مثلا عنده القولون مش هينفعا ده مش محتاج لكن واحد عنده وسواس قهري حاد واحد عنده اكتئاب حاد لأ كلام ده لازم نتكلم عنه لأن الحاجات دي لما بتسبب لأن بالمناسبة المتاعب النفسية تكلفتها عالية فلازم نتكلم في ده من ضمن الحاجات الخطرة للإدمان ومنه التدخين على فكرة التدخين إدمان التدخين السجاير إدمان فلازم نتكلم عنه في فترة الخطوب يبقى دي تالت حاجة رابع حاجة لازم نتكلم عن الأدوار الأدوار والمسؤوليات في الجواز عشان نتأكد أن شريك الحياة مسؤول وعشان نتأكد أن شركة الحياة عارفة دورها في حياتها الزوجية لأن بعض الأحيين بنتجوز بعض ومنتكلمش عن ده وبعدين نتصدم لحقيقة عارفة دورها كزوجة ولهو عارف دورها كزوج لهو عارف أنه واجب عليه السعي الكامل ولا هي عارفة أنه واجب عليها أنها تحافظ على البيت وتحافظ على العشرة فندخل بقى في مشكلات أول سنة جواز من الخناء على القيادة وكمان الخناء على من المعيار ده هيخفف وعشان كده الكلام اللي أنا قلته ده بيسلمنا للموضوع الخامس اللي إحنا لازم نتكلم عنه وهو إدارة الخلاف والخصوصية طبعا أنا جماعة إدارة الخلاف والخصوصية ليه؟ لأن إحنا متنوعين ومختلفين لكن من دور خلافنا وكل واحد لازم كمان يعرف أن كل واحد فينا ليه خصوصيته فمسلا من الأول خالص نتفق أنه محدش هيفتش في التلفون الثاني محدش هيعمل حاجات فيها أنواع من أنواع الانتجاعة والخصوصية محدش فينا يتجسس على علاقتي بأهلي ولا يتدخل فيها تدخل سافر لا فيه خصوصية لازم نتفق عليها وتبقى واضح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسألة الأعراض ويتكلم على ولا تجسسه هل ولا تجسسه كمان ما بين الزوجين أو اللهم ما بين الزوجين فلازم نتكلم عن الموضوع ده فيه أمور كمان لازم نتكلم عنها هيبتيج بعد الجواز فلازم نتكلم عنها زي أمرين أمر الأول لأن المسائل المالية لازم آه حتى لو نحن نقر شيء متعرف عليه وإن هو عليه وعلى النفقة آه في الوقت ده بقت المشاكل المترتبة على المسائل المالية كتيرة فلازم نتكلم عنها في فترة الخطوبة كمان لازم نتكلم كمان على حاجة ساعات بتقوم ما بتجاوز بعدها على طول بشهر أو بشهرين بنفاجأ بها غير مسألة الإنجاب يبقى السبع حاجات دي احنا محتاجين نتكلم عنهم في فترة الخطوبة بسرعة نكررهم مرة تانية عشان نقدر نبقى واضحين فيه سبع حاجات لازم نتكلم عنهم أول حاجة حدود العلاقات الاجتماعية وكمان لازم نتكلم على حدود الغيرة كمان لازم نتكلم عن الحوار والعصبية المفرطة وإزاي هنضبط الحوار بيننا لازم نتكلم كمان ونتكلم عن المصارحة بالأشياء الخطرة زي الأمراض اللي ما ينفعش نتعايش معاها وكمان الإدمان زي اللي منه التدخين لازم نتكلم كمان عن الأدوار والمسئوليات ونتكلم كمان عن الاختلاف وإدارة الخصوصية بيننا بعد الجواز زي المسائل المالية والإنجاب دولة السبع حاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها ايه بقى الحاجات اللي احنا نعرف نأسس خطوبة سعيدة ونكحة عليهم اول حاجة اول اساس الوضوح والصدق بصوا يا جماعة ما كانش الصدق فيه شيء الا ونور والخطبين محتاجين نور فلزلك لازم يكون فيه وضوح وصدق دي اساس من اسس الخطوبة النكحة الوضوح والصدق والزاكرة صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا صدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وان الصدق يهدي الى الجنة بخلاص الصدق والوضوح لازم يبقى فيه صدق ووضوح بس الصدق والوضوح لا يطعن في مسألة مين ان هو الصدق والوضوح فيما يخص الحياة الزوجية فيما يخص ان احنا بنتعرف على بعض بس الصدق والوضوح ما يوصلش لغاية من الواحد يفضح نفسه ويكشف اسرار ده مش صدق ووضوح ده فطح والعزو بالله الحاجة التانية الثقة المتبادلة لازم اول ما تلاقي هما بيحفظوا على الثقة المتبادلة الخطوبة دي مش هي في الطريق الناجح الحاجة المتبادلة التانية الاحترام المتبادل بيحترموا بعض بلاش حكاية فكرة ايه ان كل ما دايما عند الناس حاجة مش لطيفة خالص ان كل ما يزيد حبنا يزيد التجاوز في التعامل وفي الالفاظ وفي عدم الاحترام يا واد يا بيت مش كده ده مش هو ده مش هو ده مش هو ده التقارب مش التقارب ان احنا كل واحد فينا يحس ان هو لما دخل العلاقة انخفض احترامه ولا انخفض الادب بينهم لا ده لازم الحوار يزيد ادبا يبقى تالت حاجة هو ماذا الاحترام المتبادل رابع حاجة الحوار الايجابي بيباني الحوار الايجابي من اول ولزاي كانوا لم يجوا بعد كده في مشكلات الزوجية في الارشاد الزواجي يقولوننا احنا والله في مشكلة اقولهم طب وانتم مكانش فيه هل تقول لي والله كان في مشكلة بس انا قلت اكمل عشان اكمل الجواز فالحوار الايجابي بيتعرف من قبل الجواز الحوار الايجابي اللي هو فيه اللي فيه فهم كل واحد بيه فهم التاني صح فيه تفاهم ان كل واحد بيه فهم ده وافع الانسان التاني وفيه تفاهم ان لغاية نوصل للايه لقدر المشترك بيننا آخر أساس إحنا لازم نشوفه والرعيه وإحنا بنتكلم في الخطوبة التعاون ومسندة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي التعاون ومسندة بنشوفه من قبل الجواز في الخطوبة فالتعاون ومسندة كمان يبقى عندنا خمس أسس نرجعهم تاني أنا عارف أن النهاردة الحلقة مليانة فلو سمحتم خلوكم مركزين معنا عشان الحاجات دي ما حدش يرجع بعد كده يقول إحنا ما حدش قال لنا إحنا دلوقتي بنعمل بمسؤولة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا بنبلغكم اللهم قد بلغت عشان ما حدش يقول ما حدش بيعلمنا قدينا بقول لكم خمس أسس الوضوح والصدق الثقة المتبادلة الاحترام المتبادل الحوار الإيجابي التعاون ومسندة طيب إيه الصفات اللي إيه لو موجودة في الخطيب أعرف أن الخطوبة دي خطوبة إيه؟ خطوبة جيدة أول حاجة الوضوح والصدق زي ما قلنا تاني حاجة الاحترام للمخطوبة وأهله والعكس واحترام المخطوبة للخطيب وأهله تالت حاجة تحمل المسؤولية الزوج يكون متحمل المسؤولية والزوجة كمان تكون متحملة المسؤولية اللي هو حاجة الرابعة الكرم وهو أتفكر أن الكرم في الفلوس كرم الأخلاق خامس حاجة إن يكون عندهم حالة من حالات الصفاء ما يكونش كل واحد فيهم ماذا؟ بيخزن ولا كل واحد فيهم بيعمل إيه؟ بيشيل من التاني بيبان من الأول خالص إن الراجل ده عنده حالة من حالات الإيه؟ حالة من حالات السوق طب نعمل إيه؟ الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها عشان نقدر نوصل بشكل واضح إلى هذه المسألة أول حاجة نراجع الحلقة بتاعت النهاردة يعني الحلقة بتاعت النهاردة سواء بالخمس أصول سواء بالمحاذير اللي إحنا ذكرناها بالسبع حاجات اللي إحنا لازم نتكلم عنها بالأسوء بالأسس اللي إحنا عشان الخطوبة النجحة ونعالج كمان ونشوف كمان الصفات اللي بتكون في الخطيب أو في المخطوبة عشان يكون الخطوبة دقيقة إيه بقى الإجراءات اللي إحنا نعملها عشان الخطوبة دي تكون متوفر فيها الكلام ده؟ أول حاجة زي ما قلنا نراجع الحلقة دي أو نتلقى تدريب وفي تدريبات دلوقتي للمخطوبين يبقى أول حاجة المخطوبين يتدربوا عشان يقدروا يوصلوا لمعرفة الكلام اللي احنا قلناه يتدربوا يعني إيه؟ هم لازم يتدربوا على أنهما إزاي يعرفوا أنه ده كريم إزاي يعرفوا قبل مناسبة حد يقولي دلوقتي إزاي أعرف أنه كريم أول حاجة كريم الأخلاق بيحس أنه لما الواحد بيتكلم تحس كده أنه هو مشتاء لكلامه عايزه يتكلم عايزه يسمعه أكتر يحس أنه هو بيكلمه وهو بيفهمه يحس أنه هو مش عايز يقيم عليه الحجة مش عايز يحكم عليه آه ده طيب وكريم الأخلاق يبقى ده واحد يبقى إزاي يعرف أنه هو كريم كمان أنه هو في الحقيقة فيه فرق كبير جدا أنه هو بيبين إمكانياته وأنه هو بيبخل إزاي بيبين إمكانياته بيقول معلومات وبيبني على هذه المعلومات ويقول لهم أنا والله أوعد بأننا أنا سأسعدها وأنفق كل ما أملك لكن واحد بيقول لهم هو ده وما فيش غيره فيش غيره ليه بس أنت عندك لا هو دوت ناقص يقول إنه هو ده تبهى هو ده التكلفة اللي أنا أقدر عليها آه ده بخيل واحد يقول لي والله هي ده هو ده اللي عندي هو ده تكلفتي وهو ما شاء الله رب نفتح عليه لا ده مشكلة فإحنا لازم نفهم ده بشكل صحيح ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر المرأة ولما جاد تستشيره أتجاوز فلان قال إنه فلان رجل شحيح لا بلاش تجاوزيش هو أحد البخيل ده الستاتة ما تحبش الشخص البخيل تتوجع منه قوي يبقى أول حاجة نتضرب وزي ما احنا اتضربنا على ده لو إن انتوا عايزيننا نتضرب على الحاجات دي ونتكلم في تفاصيل مسألة الخطوبة دي ابعتن لأن انتوا لو بعدتن هنتكلم بالتفاصيل في كل الكلام ده لأننا بدرب عليهم الحاجة التانية من الإجراءات اللي احنا لازم نعملها إن احنا طول الوقت لازم نستشير خبير يعني إيه اللي حاصل احنا اطلق بطنه هو كده بخيل ولا مش بخيل هو كده الشخص ده صادق ولا مش صادق هو كده الشخص ده بيعرف عنده حوار إيجابي ولا لأ نستشير خبير يبقى نتضرب ونستشير خبير حاجة التالتة والمهمة لازم الخطوبة تاخد وقتها مع الحفاظ على المحاذير دي وفي نفس الوقت لا تطول الخطوبة عن وقتها أقصى مدة للخطوبة أنا شايف أن بعدها تحصل مشاكل هو سنة احنا بكلم في تسعة تشر المسألة لطيفة زيادة عن السنة دي تحصل مشاكل الناس عتحس بإن إيه بإن المسألة طالت وبتحس كمان إن المسألة باقت فيها نوع من أنواع التراخي والتأجيل الغير مبرر ولذلك هو قبل ما يروح للتجاوز هو لازم يكون عنده قدر من الاستعداد ويبقى عنده السنة دي هي السنة أقصى مدة نشوفها للخطوبة يا سادة احنا محتاجين ندقى في الخطوبة الخطوبة أو الحصن بنتحصن به من مشكلات الزواج لكن خلينا أقول لكم احنا مش محتاجين في الخطوبة نتهم الخطيب لكن محتاجين نفتح أبواب للتعارف حقيقية ونفتح أبواب للتعارف صادقين فيها بلاش فكرة الاتهام والأجندات والصور الزهنية اللي موجودة عندنا اللي دايماً بنتهم بها شريك الحياة لكن تعالوا نتعامل بشكل واضح وفي شكل راقي عشان دوت هو اللي يخلي فترة الخطوبة فترة نجحة وباب من أبواب السعادة الزوجية يا رب اجعل كل مخطوب كل خطيبة كل خطيبة وكل مخطوبة في حالة سعادة وفي حالة هنا عندما يمر الوقت في الخطوبة ويتكشف لهم أحسن ما في الخطيب وأحسن ما في المخطوب يا رب اجعلهم أصحاب سعادة على الدوام بعد الفاصل نلتخي في حضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وكمان بنتواصل معاكم ومنتظرين النهاردة تقولونا خاصة بعد حلقة النهاردة لأن حلقة النهاردة حلقة دسمة محتاجة أن احنا نتكلم مع بعض ونقول هل احنا محتاجين حلقات تانية في مسألة الخطوبة أنا عارف أن مرحلة الخطوبة بتبقى أي مرحلة القلق والحزر والتوجس واللي بيحصل فيها دروبات كتيرة فاحنا محتاجين نتكلم عن مرحلة الخطوبة تاني إن شاء الله معنا أبو إسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحضر لك أنا لديها سؤالين تفضل إفاندو أقول سؤال هل يكون الصلاة بالسؤال للحملات؟ طيب ده سؤال الأولين السؤال التاني السؤال التاني بقى كان حالك أنا والدتي قرب التمانين ومسنة وقاعدت الفراش على كرس متحرك وبعدين أنا بغير لها الثنبز على طول يعني الثنبز فيها على طول دلو الحار نعم فموضوع السؤال دا ما تفضل إفاندو فإيه الحل مثلا إيه اللي بيخليها ما تصليش؟ ما تحركش تحرك من عسري قاعدت الفراش على طول ما تحركش من عسري ما هادش طلب منها أن يتحرك من عسري خالص ربنا يديها الصحة ويبرك لها وإن شاء الله تكون ده كله في ميزان حسناتها اللي هي بتتحمله ده ده ربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتها ويجمع لها ما بيننا تمن من الأجر والعافية خلينا جاوب على حضرتك السؤال التاني الأول وبعدين أروح للسؤال الأولين السؤال التاني تفضل هي وتغير لها مبام برس وتتيمم لكل صلاة تتيمم يعني إيه؟ يبقى جنبها حتى ولو زلطة لو حتى منديل عليه فيه طراب طراب خبطة عليه كده؟ خبطة ديها وخبطة لوجها وبس خبطة للوجه وخبطة لليد وبس 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 طب وده يبقى إيه؟ يبقى تيمم لأنها مش قادرة تؤمن على السرير وكمان هي لو توضط ممكن الماء تنزل وتعمل لها مشاكل على الفراش يبقى على طول تتيمم ودوة إن شاء الله يجعلها تصلي على طول إن شاء الله وما تنقطعش عن الصلاة الحالة الثانية علي أجوز اللي أنا أصلي بفنان لحملات أيوة بس هو أن الناس بيقعدين يتكلموا على مسألتي إنه ما ينفعش يصلي وليس هناك شيء على عاتقي ده مكروه لكن هو لو ساتر عورته فصلاته صحيحة لأن شرط صحة الصلاة هو ساتر العورة فإذا كان هو ساتر عورته فصلاته صحيحة وليس هناك شيء يطعن في صلاته آه الناس بتشوف إن ده ليس من اللياقة وليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى آه لكن هل صلاة ستكون صحيحة؟ ستكون صحيحة والأولى أن يحسن ثيابه بما يحب أن يلقى به مولاه سبحانه وتعالى نعم أنا أم أيمان والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك أفضلت الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله يا رب دايما ليه يصل عند حضرتك؟ اتفضلي أنا عندي والدي توصى بأله بتاع سبع شهور الله يرحمه ويدخلوا في فسيحة جنات يا رب يا رب حضرتك كل وانتو إخواتي الرجالة تحت إيجهم آه يعني إخواتك الرجالة كل أرض تحت إيجهم آه يعني إخواتك الرجالة ما وزعوش الميراث لأ والبيت بتاعه البتاع العالة الكبير برضو مستغليينه رغم إنه هو مديهم أرض عمل لينها بيوت باسمهم كل واحد كاتب له باسمه عقب ومع ذلك كاتب استغاله البيت الكبير البيت الكبير كمان ده البيت الكبير ده مش مكتوب باسم حد منه لأ ده بتاع والدي طيب فين السؤال؟ السؤال حضرتك بلوتي هما أنا خايفة طريبهم بورثي يعني العلاقات منها تبقى وحشة علاقاتنا تبقى وحشة مع بعض فأنا عايزها علاقاتنا كويسة ويدوني هما وحشة فهمهم السؤالين والعاصل إن هما اللي بيعملوه ده حرام وأنا مش عارفة حضرتك خايف أكلمهم يعني يبقى علاقتنا وحشة مع بعض خليني أنا أكلمهم أهو أنا أكلمهم أهو يا جماعة الخير يا أخوات السيدة العزيزة يا أم أيمان يا أخواتنا اتق الله في أنفسكم المال اللي عندكم ده واللي أنتو مش موزعونه كتركة ده ده مال مخصوب المال ده مال مخصوب والمال المخصوب ده حرام وعدم توزعكم للمال وأخذكم ثمرة هذا المال ده أكل أموال الناس بالباطل وده من الكبائر وخاصة لو كان الأمر ده تتعلق بالنساء اللي هم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيهم ولذلك اتقوا الله سبحانه وتعالى ووزعوا المراس ده ده مش مالكم يعني الأموال اللي بتجيلكم من هذا المال المجموع ده ده حرام هذا مال صحت فلازم توزعوا المال لأن المال ما بقاش مالكم ولا بقى مال والدكم يعني والدكم إذا كان أزلكم أن أنتو تأخذوا من ريع هذا المال خلاص ملك والدكم انتهى والمال ده انتقلت ملكيته للورثة على المشاع فلو سمحتم على طول اعملوا إعلام مراسة ووزعوا المال واعملوا فرز وتجنيب عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم أستاذة رانيا من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أسأل سؤالي هم أنا حينجي سؤالي نعيد أسألهم اتفضل يا أستاذ أول سؤال أنا مخطوبة دي خامس مرة ليخطوبة وكل ما جاء خلاص هنوخش يحصل حاجة كده يعني ايه حيث ان هي ما بتكملش وعلى طول في مشاكل أنا وخطيبت كل شوية مشاكل أنا وخطيبت طيب انت بتسألي بقى هل ايه سبب اللي بيحصل ده اهو وهو بقى يعني اول ما لبتنا الدبل اه قعد من الشغل اه نفسيته مش مش راحل شغل اللي مش كل ما يروح يدور على شغل يتقفل اه وهو مش عنده حد يعني لو يقفل معي وكده هقول لحضرتك ايه اللي حاصل ده بصوا يا جماعة احنا عندنا دلوقتي في حاجة مهمة جدا جدا احنا عندنا بشكل عام كده احنا ما بقيناش بنتحمل زي زمان بقى عندنا قدر كبير جدا 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 من الهشاشة والمسئوليات اصبح الكلام ده اللي انا بقوله ده الرجال هيقوله على السيدات اه ما بقيتش زي زمان بتحتمل والستات تقوله على الرجالة اه ما كانوش ما بقوش زي زمان عمود للبيت طب ايه سببه ده سببه حاجة بسيطة خالص ان العصر اللي احنا عايشينه ده بيحتاج الى تأهيل يحتاج الى تدريب فاللي حاصل ببساطة الناس لما بتدخل الخطوبة فترة الخطوبة حضرت النبي قال من استطاع منكم الباقة فاللي يتزوج فالناس لما بيجوا يدخلوا فترة الخطوبة بيحصل حاجة غريبة والكلام اللي بقول لكم ده دقيق قوي بيحسوا ان المسألة اكبر من التصور اللي عندهم ده هو متصور حبي وحبك ويتجمع ويتجمع الحبين والمسألة هتمشي كده بالايه بالسهالة وما فيش ما فيش مسألة مع ان هم طول الوقت الشابين بيشوفوا حياتهم ويقولوا لأهلهم الحياة ما بقيتش زالة زمان احنا في الدراسة عندنا ضغوط اذا انتوا محتاجين تتأهلوا فالسبب في الحقيقة ان الان اتنين بيدخلوا على الجواز عندوا فكرة ان انا لو لقيت في الجواز الحاجة ما لقيتش الحاجة اللي بتسعدني واعلى درجة من احتمالية السعادة والهنى يبقى ده ما ينفعش ويفضل هو يشوف مثلا بالعشرين مخطوبة طب ايه سببه ان هو مش عارف ذاته ان هو مش متأهل ولذلك بقول لكم يا شباب استحلفكم بالله ما تروحوش بيوت الناس لاني الا وانت حاسس ان انت عارف بتتجوز ليه ان انت عارف ايه هدفك من الجواز ان انت عارف تدير نفسك ازاي في الجواز ان انت عارف كمان ازاي هتعقد علاقة مع حد انت متعرفوش حتى لو كنتوا بتحبوا بعض لو مش عارف ده انت مش جاهز للجواز انت لازم يا جماعة لازم نقر باننا اصبحنا التدريب للمتزوجين للمتزوجين او للمقبين على الزواج يكاد يكون فرض عين على الناس عشان يمنع الانسان نفسه فرض عين على المتزوجين ليه عشان يمنع نفسه من ظلم الزوجات عشان يمنع نفسه من انه يكسر خطرة عشان يمنع نفسه انه ما يفهمش غلط ويسيء الظن ويتعامل بشكل في قسوة وهو مش دريان وهو متصور انه عايز حقوقه على فكرة مش هيقدر يبقى الجواز عندنا مش حق وحقك وكأننا قاعدين في محكمة إلا إذا كان كل واحد فينا بيقدر يتدرب ولازم اللي بيدربه يعلمه إزاي يخرج أحسن ما في شريك حياته ده دي مهارة أساسية لأن ممكن كل واحد فينا وخاصة في أول سنة أولى جواز إيه اللي بيحصل في سنة أولى جواز اللي اتنين بيطلعوا أسوأ ما في بعض كل واحد يدوس على السلك العريان عند التاني انت فاكر أن انت كده راجل لما تعنفني ولا لما تهددني ولا أنت لما تقول تهددني بالطلاق أنت كده راجل هو يسمع أنا كده راجل وما أنا اتجاوزت لي ده أنا اتجاوزت عشان أبقى راجل أبقى بطل وهي يقولها أنت فاكر أن نفسك ست إيه ده إيه الكلام الكبير ده بيحصل في أول الجواز كده طب وإيه اللي يحصل عشان نتجنب ده لازم نتأهل فالحاجة اللي انت بتقول إيه بيجي خطاب كتار ويمشوا وأول ما نلبس الدبل اللي يحصل كده بيدخل في الجد يعني إيه بيدخل في الجد هو بيحس أن المسألة أكثر يعني مختلفة عما كان يتصور هو متصور أن أنت بدل بتحبيه هتقبالي كل حاجة وإنت فعلا قبلها بس أنت بتحبي تنظمي وده شيء مهم جدا 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 معانا السيدة أمو إسلام أيها سلام عليكم ألو ألو اتفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا باحترمك جدا يا سيدنا الشيخ والله اللي يرد عني أنا عندي ثلاث أسئلة عايزة حضرتك بس اتطول بالك علي حاضر أول سؤال بس أنا كمان عايزك تطولي بالك علي وتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون حاضر حاضر لي أخ أخويا دوت لسانه طويل وبيشتم وبيبهدل وكده وجي وقع ابني في مشكلة كبيرة آآ يعني من الآخر الطريق شي ماد يعني سلم يا رب وبعدين فالمهم حصل بينهم مشكلة فراح جاي أخويا الأهل جوزي وابنها سالف مني ومستالف مني وما رديش يقول لهم الحقيقة ووقعوا لتنين مع بعض واخويا بهدلني قوي وأنا قطيعته تسأليني سؤال نعم تسأليني سؤال بقى في ده آآ أعمل إيه بقى أنا دلوقتي مقطع أخويا ومش عايز أكلمه لأنه بوز ابني طيب أجاوبك على السؤال ده السؤال الأولاني ده السؤال الثاني بقى السؤال الثاني أنا جوزي متوفي بقى له طمانتاشر ثانا وكان سايب لي تلت تلت ولادي دول صغيرين أصغر واحدة كان عندها سبع سنين طيب فأقوهم الكبير اللي من أبوهم أكل ورثنا ففي الآخر خدنا ستين متر أرض وبيت ده حقكم ولا أقل من حقكم؟ هو أقل من حقنا بس إحنا أرضينا لأنه شفنا معاناة جمد أوش طيب الحاجة التالتة؟ فالحاجة التالتة أني أنا مش عارفة أعمل إيه يعني ابني رافض الوضع دوت وابني ما بيكلمنيش وابني ماشي في طريق مش حل وانا عمال أقرب منه طيب أقول لك حضرتك نجاوبك إزاي على السؤال ده يبقى عندنا تلت أسئلة السؤال الأولاني أخوها اللي أكل ورثها وتعبهم تعمل معاها هي مأطعاة يا ستي اتسلي بيه حتى في المناسبات وخليك أنت كما قال صلى الله عليه وسلم خيرهم والذي يبدأوا بالسلام وخليك أنت يا ستي كمان حاجة مهمة جدا جدا خليك كمان زي ما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وواصلها فأنا أظن أنت لو عملت الكلام ده وانت بدرت بالسؤال ولو في مواسم بالاتصال فأنت من أهل الخيرات أمر الثاني أن مسألة الورث ومسألة الحاجة اللي حصلت لكم دي لا طبعا الله سبحانه وتعالى ده في أكل أموال الناس بالباطل لكن أنت استمرارك في سعك على أولادك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكثر ثوابك وإن شاء الله سبحانه وتعالى يرد عليك المال اللي أخذ منكم إن شاء الله بالبركة وبالسع أما ابن حضرتك فيتق الله سبحانه وتعالى ويحسن إليه ويحسن إليك لأن بر الولدين ده أعظم كنز ممكن يكون الله سبحانه وتعالى بيأهبوا للإنسان نعم مين معانا الأستاذ وليد معانا الأستاذ وليد يتفضل الأستاذ وليد السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كمان بسؤال بس بالنسبة للزوج والزوج لما الزوج يتوضع الوضوء للصلاة في الحمام أمام زوج وحكذا ده فيه حلال أو فيه حرام الزوج يتوضع في الحمام الوضوء للصلاة وهو مكشوف قدام زوج عارز احنا عندنا التعري بالأساس ده الاصل عندنا ستر العور الاصل عندنا ستر العور ورؤية الإنسان صحيح في حالة الجماعة وفي حالة كذا بيفضل رجل إلى زوجتي وتفضل زوجة إلى زوجها لكن ده ما يخليش التعري مسألة عامة في حياتهم فلابد الإنسان يحفظ عوراته لأن حتى على ما حرمه بيحفظ عوراته وعورة الرجل بتكون من السرة إلى الركبة فالكلام بقى أنه يتوضع عاريا لا دوات ممنوع يبقى هو إيه اللي يحصل؟ يحاول بقدر الإمكان أنه يتجنب هذا التعري لأن هذا الكلام ممنوع أستاذ محمد يتفضل؟ أهلا معك يا شيخ محمد تفضل يا أستاذ محمد كم عليك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل فالك يا سيدنا الشيخة أنا عندي مشكلة يعني هي طويلة بس أنا أتصرها يعني تفضل تفضل يا سيدي أنا لي أخت أكبر مني أنا لما أتدوضت فهي إيجت مرة يعني هي تتكبر على زبتي زبتي ردت عليها خلاص حصل ذلك مشكلة ثلاثة يعني كل واحد بي أتحايله اتصرفنا بتها سنتين طيب بعد ما اتصرفنا ثلاثة نقتي قالت أنا مش مرتاحة آآ صلة الرحم ومس صلة الرحم ومس صلة الرحم ومس صلة الرحم ومس صلة رحم ومس صلة الرحم بس آآ ماشي عشان صلة الرحم آآ فالمهم صلحناها وإيجت عندنا بقيت أنا أبص في عناها كده أنا مش طيب أبص في عناها يعني أنا مش قابلها كده يعني لله كده مش قابل بقلاش كلمة أنا مش قابلها لله أنت مش قابلها من نفسك ده لسا الكلام اللي أنا أقوله لك أكثر من اللي أنت سنعت طيب بعد ما اتصلحنا دخلت آآ بتقول ده أنتم عامل لكم دخلتها في حكاية جديدة احنا ملناش فيها ولا الحسد ولا الأعمال لأننا نحن بنصلش وبيخلو الأشتار وبقول كل حالة وهنقول ربنا يعني ملناش إحنا في الحوارات بتاعت الأعمال والحسد حتى لو واحد يجي يقول لي دفلم بيحسدك محبتش في المجد أنا عارف أن الحسد مذكور لكن الأعمال مرش مذكور فين السؤال يا سيد محمد فين السؤال هي دخلت عندنا بعد ما اتصلحناها قالت تقول لما أنت المراتي أنت هتتطلقي أنت هتحصل لكم مش عارف إيه حسدت في الشقة بحاجات غريبة بعد ما مشت آآ بعدها برضا حصل مشكلة وتخطم بس حضرتك وكأنك بتقول لي أن هي وجودة في شقةكم عمل لكم اسمعني بس يا سيد محمد عشان نفهم أنا فاهمة ولا لا أنت بتقول لي دلوقتي أن هي لما جات في شقةكم أنت حسيت أن البيت ولع صح كده؟ آآ آآ طيب وحضرتك مش لسا قيل لي أنا مناش في الأعمال والحسد والسحر والحاجات دي آآ دي كلامها لنا ليه أنت مش بتقول إنت مش أنت بتقول إنت ملكش في الكلام ده؟ آآ أنا معاك وأنا معاك وأنا معاك وأنا بقولك أحنا مناش في الحاجات ده ما بطلعنا طيب طيب اقتمعش به اسألني السؤال بقى اسألني السؤال السؤال اللي ان انا اكتشفت بعد كده ان هي بتشوف حاجة بالكرشانة. وبتحضر. يا مولانا ما احنا لسه ايلينا هو يا حج محمد. مش احنا لسه ايليين. انت مالكش ده. مالكش في الهكس ده. ده. انا مالكش في الهكس. طيب ايه بقى? السؤال بقى اللي انا اقلو لك. ان انا مش عايز مثلا اعرفها بتبع الحاجات دي. مش عايز ايه? مش عايز اعرفها بتبع بالحاجات دي. انا عايز اعرف بقى حرام? ولا حلال? لان انا اتشفت ان هي بتشوف الحاجات دي. وبتحضرها وانا ماليش في الحاجات دي. ده ده. ده السؤال. خلاص انا عاربت السؤال بتاع حضرتك. اجاوبك يا استاذ محمد. استاذ محمد بيقول دلوقتي انا دلوقتي دي اخت. وصالحتها. وبعد ما صالحتها. هي ليها في حاجات مش مش مزبوطة. طبعا هو مش بالضرورة ان هي تكون صلاحت له بده. لكن هو هو طول الوقت بيقولك ايه? انا عندي معلومات. طبعا المعلومات دي هو ما تأكدش منها. والمعلومات دي كمان حتى لو تأكد منها. فدي صفة عندها وده اسم تتحمله عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن هي في الاخر خالص احنا اذا كرهنا هذا الفعل منها. هيبقى ان احنا ما نقدرش نكره الشخص نفسه. فنعمل ايه بقى? نحسن اليها. ونفس الكلام. هنوصلها. بالقدر الذي لا يصل اذاها لنا. عايز دا امتنع انت منعت عن نفسك ثواب ايه? الصلة. ثواب الصلة حضرت النبي وضح آله ايه? ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا ما اذا قطعت رحم ووصله. فانت اوصل رحمك بالقدر الكافي وما تحاولش ان تزيد على ذلك. ام منا تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ام هند ام هند. ام هند. اتفضلي. ايوة. بقول لحضرتك. ام هند ام هند مكتوب ام منا. انا ام هند. يا جماعة اكتبوا اشيلوا منا وحط هند. بقول لحضرتك انا معي ثلاث بنات. اه تفضلي. الاتنين الكبار مقطعيني. مم. ومعيها الكبيرة معايها في نفس الشارع.ه. ام. فالتنين تلاتين لوقتي مقطعينك ولا ايه. نعم. اني عندك تلات بنات. تلات بنات. التذلات الكبيرة منهم سكنة معاك في نفس الشارع. الكبيرة سكنة معاها تنين التنين مقطعينك الكبيرة ما بتزرقيش برضو رخرة؟ الاتنين الكبار واحدة تلاتة واربعين سنة%. واحدة تمانية وتلاتين. طيب. الصغيرة هي اللي بتجيني ومقاطعين هرخر. طيب. فين السؤال? بقالهم سنتين. فين السؤال? انا دلوقتي انا ما يهمنيش الكبار دلوقتي. انا دلوقتي هم حرميني من العيال الصغيرة ان انا اشوفهم. اللي هم احفادك. اللي هم احفادك. طيب. اللي هي اللي جنبي دي ما بتسألش فيه خالص عشان عايزة عايزين فلوس مني. وانا بجيب علاج لعيني. عاملة تلات عمليات في عيني. طيب. يبقى انا اجاوب على اجاوب حضرتك يا مهند امهند. مش امه من. يعني امهند انا اجاوب على حضرتك مباشرة. يا سادة. احنا ادهو. يعني احنا دلوقتي عاديين طول الوقت بنتكلم على مشكلات العلاقات. ومشكلات العلاقات اللي هي من الدرجة الاولى. مش بنتكلم على واحد وابن ابن عمه. نتكلم على ام ولادها. ابو ولاده. اخو اخواته. نتكلم على درجة اولى. طب ايه السبب في ده. السبب في ده في الحقيقة. الامر قبل كده. التربية نفسها والتأهين نفسه. انا مش هلومك يا مهند واقولك ما جايز انت اللي عودت يوم على ده. لكن انا هتكلم مباشرة مع 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 البنات. انت امهات. وبلاش تقصوا على امكم. ولو قصيتوا على امكم انت هتوصلوا ليه. يعني انا بسألكم لو اني امكم دي ديتكم مال الدنيا كلها وقلبها مش راضي عنكم. هتعيشوا ازاي حياتكم فيها بركة. هتعيشوا ازاي حياتكم ولو كنتوا مصلين ازاي تزوقوا حلاوة الصلاة ولا تزوقوا حلاوة الطاعة. وانتوا عاملين كبيرة. وانتوا عقين امكم. امكم لو مدت لكمش فلوس. ده مش معنى كده ان هي مش امكم. يا جماعة كل اللي بيسمعني. بلاش الطريقة دي. انا ابويا منعني. ما ازا كنت انت قادر على الكسب او انت متجوزة وعندك وعندك زوجك. مش من حقك ان انت تاخدوا فلوس من امك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. ما تحطوش حقوق من عندكم على ابائكم وامهاتكم. وبعدين تحسبوهم وتمرسوا قطيعة الرحم وتمرسوا حقوق الوالدين وتفتكروا ان انتوا كده اصحاب حق. والله ما اصحاب حق. الله سبحانه وتعالى يقول وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم. فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة. ده اذا هم عملوا كده. طيب اذا ما كانوش عملوا كده. هقوم على طول. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. انتوا بنات ازاي القصوة دي وصلت لقلوبكم. انتوا ممكن تقولولي انت متعرفش ايه عملت ايه. مهما عملت. هي امكم. وواجب عليكم ان انتوا تتقوا الله سبحانه وتعالى فيها. ده امكم دي يت. اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمكم من اجلها. وعشان كده لازم نتقل الله سبحانه وتعالى. ونقبل على الله سبحانه وتعالى. ونقبل على الله من باب الام. لان هذا الباب عظيم. ويا ما ناس حسوا بالتغير في حياتهم لما امهم فارقة الحياة. حسوا ان في حاجة نزعت من قلوبهم. وفي نوره اتطفى في حياته. فارجوكم ما تكونوش من الناس دي. احنا النهاردة تكلمنا على خطوبة. وتكلمنا على على قدم الفترة دي. هي فترة انتقالية وفترة التعارف على قدم الفترة دي حساسة جدا. فترة حساسة. فترة مهمة. فترة كمان محتاجة ترتيب وتأهيل. يا سادة. احنا لازم نعرف ان في فترة الخطوبة دي في موانع ما نتكلمش فيها. وفي كمان مجالات لازم سبع مجالات قلناهم لازم نتكلم فيهم. وفي اسس. الاسس دي لو سبناها ما نقدرش نحكم على ان الخطوبة دي خطوبة نجحة. ونكمل الكلام ان شاء الله عن الخطوبة. ولكن لازم نعرف حاجة مهمة في الخطوبة. الخطوبة يا سادة. وقت مهم جدا جدا جدا. عشان نبني علاقة. ونؤسس علاقة حسنة. والعلاقة دي مش هتكون حسنة. الا اذا كون كل واحد فينا. صحيح. اذا تجملنا نتجمل باخراج احسن ما فينا. اياكم ان تتجملوا بالكذب. لان الكذب ظلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما من الصادقين. ومن الكرام. ومن النبلاء. الذين يجذبون القلوب بانوار مدد الله في قلوبهم. وتكون هذه الابواب تفتح بانوار حسن الاخلاق. فيا رب الهمنا حسن الاخلاق. في كل وقت وحين. يا اكرم الاكرمين. يا رب العالمين. اجعلنا دوما مع الصادقين ومع الصالحين. وفي المتقين. يا اكرم الاكرمين. اشتركوا في القناة.